موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد نطرق فيها موضوع فقه الإصلاح هذا الموضوع تفرضه الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي والتي يرى فيها علماء ومفكرون أنها تنطوي على فساد في الأفكار والأقوال والممارسات في المسلمين مثل هذا الواقع حقيق به أن يعرض على طاولة الإصلاح وهو ما تحاول هذه الحلقة أن تقوم به من خلال البحث في فلسفة الإسلام في الإصلاح نتطرق في حديثنا إلى دوائر الإصلاح وإلى وسائله وشروطه كما نحاول مع ضيفنا تحديد الأولى بالإصلاح من حاجات العالم الإسلامي اليوم نستهل حوارنا بعد هنيها نلقي موضوع حلقة اليوم بين يدي الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور وصفي حياك الله أستاذ جهاد وأستاذ المشاهدين حياكم الله دكتور حينما ترد كلمة إصلاح فهل من الضرورة أن يرد مقابلها معنى انحراف أو فساد يراد إصلاحه أو بمعنى آخر هل الإصلاح في الإسلام متوقف متعلق بظرف بحالة معينة أم أنه حركة دائما مستمرة لا تتوقف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه بعض الإصلاح كان رسالة الأنبياء ورسالة المصلحين والمجددين ولا يزال رسالة المصلحين والمجددين وحينما نتأمل في القرآن الكريم في سيرة سيدنا شعيب صلى الله عليه وسلم قال سيدنا شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وقال لقومه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى لقاء ربه أوصى أخاه هارون بالوصية وصية الرسالة ومضمونها وخلاصتها وحقيقتها قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فهناك طريقان طريق الإصلاح وطريق الإفساد وسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل الذي سمع بأنه قتل وكذاه موسى فقضى عليه قال إن تريد قال له وما تريد أن تكون إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين يعني هذا معناه أن موسى قد اختطى لنفسه طريقا في الإصلاح مع المصلحين وهذا يدل على أن الإصلاح هي رسالة الأنبياء والإصلاح كلمة شاملة جامعة واسعة تغطي كل جنبات الحياة وتستوعب كل رسالات الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه الدائم والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو المتمم والمكمل لهذا البناء الشامخ العظيم النبوي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسل ومسل النبيين من قبلي كمسل رجل بنى بيتا فأكمله وأحسنه فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أجمل هذا البيت وأحسنه لو لا هذه اللبنة أو لو لا موضع هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل فهو كان من دعائه الدائم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمر وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر الأمة الإسلامية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى من مقومات خيريتها وشروط خيريتها رسالة الإصلاح والإصلاح في مضمونه أمر بمعروف ونهي عن منكر ولهذا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما الإصلاح إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر فإما أن يكون هناك معروف يؤمر به أو منكر ينهى عنه وهذا يعني هذه هي لب حقيقة الإصلاح ومضمون الإصلاح الحقيقي وكذلك قبل الرسالات وقبل الوحي أصلا فإن الإصلاح هو فطرة فطرة بشرية خلق الله الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الإنسان حينما تنكشف عورته وحدث هذا لأبينا آدم عليه السلام من أول الخلق أخذ ليصلح هذا الفساد الذي حدث ويواري هذه السوءة بأوراق الشجرة الإنسان حينما يتسخ ثوبه أو يحدث له أي خلل أو أي كذا يسارع بإصلاحه وهندامه إلى آخره فحتى سبحان الله أجلك الله الحيوانات القطة حينما تتبول أو كذا تصلح مكان ما قضى حاجتها فهو إذن فطرة فطرة بشرية خلقية خلق الله الناس عليها ورتبهم عليها فالإصلاح رسالة شاملة رسالة دائمة رسالة الأنبياء والمرسلين على مر التاريخ وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي فطرة بشرية ومجانبة الإصلاح إفساد للفطرة مجانبة الإصلاح إفساد للفطرة ومتعارض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذن الإصلاح قضية تكوينية بنيوية في الإسلام يعني صحيح طب هل الإصلاح يعني لو فصلنا قليلا هل الإصلاح دائما واجب أم أنه أحيانا يكون مستحبا ويكره أن يكون واجبا بمعنى إذا ما ترتب على إقامة الإصلاح مفاسد أو أضرار يعني شوف طبعا يعني من حيث الأصل الإصلاح يعني رسالة رسالة واجبة وبعث بها الأنبياء كما ذكرنا قبل قليل في آيات القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى أمر الناس لهم بالإصلاح أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فإذن الله تعالى خلق هذه الأرض صالحة والله تعالى يخاطب الناس بألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله أصلح هذه الأرض خلقها صالحة مصلحة لما عليها ومن عليها فإذن يعني لماذا خاطب الله البشرية بهذا الخطاب لأن الله يعلم بسابق علمه وشموله ودقته بأن الناس سيقع منهم فساد وإفساد وهذا ما قالته الملائكة حينما يعني بشر الله تعالى وأنبأ بأنه جاعلوا في الأرض خليفة قال الأنبياء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كل هذا فساد يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالك أعلمون ولهذا أرسل الرسل لكي يصلحوا الأنبياء قديما قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان بعضهم أو كان أحدهم يأتي لإصلاح العقيد وكان أحدهم يأتي لإصلاح بعاش الناس وكان أحدهم يأتي لإصلاح المعاملات والتبادل المعاملات المالية بخص الناس أشياءهم وكذا وكان من الأنبياء من يبعث لكي يعني ينفس في روح الناس وروعهم الروحانية والربانية ويربط الناس بالله واليوم الآخر أما رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت رسالة الزمان والمكان والإنسان فهي التي اتسعت حتى شملت آباد الأمم واتسعت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم واتسعت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة فهذه الرسالة المحمدية النبوية الربانية هي رسالة لإصلاح العقيدة ولإصلاح العبادة ولإصلاح الأخلاق ولإصلاح الآداب ولإصلاح التشريعات ولإصلاح المعاملات ولإصلاح كل ما يتعلق بأي مجال من مجالات المجتمع والمجتمع في كل زمان ومكان لا يستغني عن الإصلاح لماذا؟ لأن الإصلاح سوف يقوم بمهمة معالجة الإفساد والإفساد مما يقع؟ يقع من البشر ولماذا يفسد البشر؟ لأنهم بشر لأنهم ناقصون والله ركبهم على النقص وعلى الانحراف أحيانا وعلى ارتكاب المعاصي أحيانا والمخالفات أحيانا أخرى ولهذا فتح أبواب التوبة وشرط الله تعالى لقبول التوبة الإصلاح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم فحتى لقي يقبل الله توبتك شرط لذلك أن تصلح بعد أن أفسد في الأرض يجب أن تستبدل بهذا الإصلاح فيما أفسد ولهذا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة هذه نقطة مهمة لو أذنت لي دكتور يعني أفهم من كلامك أن المسلم أو المؤمن ربما لا يكتمل إيمانه إلا إذا تمتع بفكر الإصلاح بأن يكون حاملا لفكر الإصلاح ولمورثه هذا صحيح تماما كلامك سليم والإصلاح هنا له دوائر إصلاح النفس يجب على الإنسان أن يصلح نفسه دائما نعم ويصلح نفسه بما يعني أنزله الله تعالى من التشريعات إصلاح الأسرة إصلاح المجتمع إصلاح الحكومة إصلاح الأمة إصلاح العالم نحن أمة أمة العالم نحن أمة البشرية والإنسانية نحن يجب أن نكون شاهدين على هذه البشرية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ما معنى شهداء على الناس شهداء على الناس يعني يقدموا من أنفسهم من السلوكيات والمعاملات والأفكار والأرقي والتحضر ما يشهد لهم أنهم أمة الخلافة وأمة الشهادة وأمة الاستحقاق بالاستخلاف والاستحقاق بالقيادة والريادة في هذه الأمم هذا معنى الشهادة ليس معنى الفوقية على الأمم ولا لا نحن منوطم بنا إصلاح هذا العالم إصلاح هذه الأمم الله تعالى أخرجنا للناس لم يخرجنا الله لأنفسنا كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني نحن لسنا ملك أنفسنا ولم يخرجنا الله أو يبعثنا من أجل أنفسنا ومن أجل تحقيق مصالحنا فقط وإنما من أجل مصالح الناس ولهذا ربعي بن عامر في كلمته الشهيرة المعروفة قال نحن قوم ابتعسنا الله ابتعسنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربي المشيئة هنا عائدة على الله أم على الشخص عائدة قد تحتمل المعنى لكنها هذه الرواية أنا دققت في هذه الكلمة لربعي بن عامر فوجدت في تاريخ الإمام الطبري تاريخ الأمم الملوك هذه اللفظة لنخرج من شاء من شاء يعني هي في الأغلب تعود على الناس ولا تعود على الله ومشيئة الله طبعا غالبة على الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عد الإسلام والأديان هنا المقصود بها الأديان الوضعية وليست الأديان الإلهية حتى لا يتصور الناس حتى السماوية المحرفة يعني طبعا بعد تحريفها ما هي طبعا من سرع البشر أيضا إذا حرفت ومن ضيق الدنيا إلى ساعتين الدنيا والآخرة فإذن رسالة إصلاح رسالة تجديد رسالة إصلاح للبشرية كلها طيب دكتور هنا سؤال هذا هل أداء الإصلاح رهن بما يتحقق منه بمعنى إذا لم تتحقق نتائج الإصلاح فلا ينبغي للمسلم أن يقضي معاه هذه الخطوة لأنها خطوة بثية وأنا بنيت هذا السؤال على ما قرأته لعبد الرحمن الكواكب في كتابه الأثير والمهم طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عندما يقول بأن الاستبداد يحول دون الإصلاح بمعنى أنه لا يمكن أن تصلح الناس تحت طائلة الاستبداد إلى أي مدى هذا الكلام يمكن تحليله وتفيده شرعيا؟ يعني شوف هو الأصل أن المسلم أو الإنسان بشكل عام إذا قام بالسبب ترتبت عليه النتيجة والله تعالى وعد قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله والأجر هنا ليس مقصودا به الأجر الأخروي فقط الله تعالى لم يحدده في الآية وإنما أطلقه ليشمل الدنيا والآخرة فالله تعالى لا يضيع أجر المحسنين وما كان الله ليضيع إيمانكم الله تعالى أكرم وأعظم من أن يقوم الإنسان بالأسباب ويتخذ ما أمر به ثم بعد ذلك يخزله الله هذا لا يليق بكمالات الله وبحكمة الله وبرحمة الله وبعدل الله سبحانه وتعالى لكن أحيانا يقع خلل في الأسباب أحيانا لا يتنبه الإنسان لباب من الأبواب كان ينبغي أن يدخله أحيانا لا يتنبه الإنسان لمعنى من المعاني أو حكم من الأحكام أو وسيلة من الوسائل أو سأي سبب أيا كان فتقع تتخلى في النتيجة وقد يأخذ الإنسان بكل الأسباب وهذا نادر وتتخلى في النتيجة لحكمة استأثر الله تعالى بعلمها سوف يبرزها ويكشف عنها في المستقبل القريب أو البعيد فإذا يعني نحن في حياتنا العادية في حياة العام ألم تمر أنت بمواقف أحزنتك وبمواقف قلت يعني ظاهرها شر محا ظاهرها شر وتقول أنا في أزمة وأنا كذا وبعض الناس يتضجر على الله ويعترض على الله ويقول لماذا يا رب أنا لماذا أنا الذي ابتلى بهذا وغيري معافا لماذا أنا الذي يعني أخرجت من بلدي وغيري لم يخرج وإذا ما تقدم به السن ومشد به الحياة تبين له أن في كل ما قدره الله تعالى الخير الكثير وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لرضي بقضاء الله سبحانه وتعالى طيب سنذهب إلى فاصل الآن وبعد الفاصل سنتحدث إن شاء الله عن منهجية القرآن في الإصلاح وعن وسائل الإصلاح وشروطه ومن الذي يقوم بالإصلاح هل هو السلطان أم العلماء أم عامة الناس بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن فقه الإصلاح ومن ذلك شروطه ووسائله حديثنا مع دكتور وصفي عاشور دكتور وصفي لا جرم أن الإصلاح بالمطلق بشكل عام ليس أمرا اعتباطيا عشوائيا كيفما اتفق لابد أن وراءه منهجية لابد أن يتم وفق منهجيا نريد أن نسألك عن منهجية القرآن في الإصلاح ومعالم هذه المنهجية نعم القرآن الكريم في الحقيقة يعني هذا الموضوع صالح للدراسة فعلا ويمكن أن يدرسه بعض الباحثين على طريقة التفسير الموضوعي أن يتحدث عن الإصلاح والمصلحون في القرآن الكريم والقرآن الكريم مليء بالحديث عن الإصلاح مع الأنبياء ومع غير الأنبياء وفي مقابله للفساد والإفساد أيضا تحدث القرآن الكريم عنه واستفاد في الحديث عنه القرآن الكريم زاخر بالحديث عن الإصلاح يعني من مقومات الإصلاح المنشود أنه ينبغي أن يصدر عن عقيدة وإيمان لماذا عن عقيدة وإيمان؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبنا على هذا الفعل فعل الإصلاح ونحن بكل أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا وسلوكيتنا ننشد رضا الله سبحانه وتعالى والجنة فنحن باعتبارنا مسلمين ينبغي أن ننطلق من منطلق عقدي إيماني لأنه أمر تعبدي من ناحية ولأن الانطلاق من منطلق العقدي والإيماني يجعل الإنسان مستمرا في أداء الرسالة مصمما على استكمالها متغلبا على كل المعوقات والعقبات والمعرقلات التي تواجهه ويتجاوز كل الفتن وكل الصدود وكل الإغراءات والإغواءات التي يمكن أن تتعرض له لتصده عن رسالة الإصلاح فإذا منطلق هذا المنطلق فلا يمكن أبدا أن يساوم على رسالته أما إذا انطلق من منطلق شخصي من منطلق الزعامة والرئاسة وحب النفس وحظوظ الزات وإشباع الشهوات والرغبات فإن هذا سوف ينكس على عقبيه مباشرة في أول فتنة يتعرض له في أول عرقلة يتعرقلها ولهذا فإن الانطلاق من البعد الإيماني والعقدي يوفر حصانة دافعة للإنسان نحو رسالة الإصلاح وحافظة له من الفتن والمعوقات والمعطلات التي تواجهه في طريق الإصلاح والله تعالى أنبأنا في القرآن الكريم أن السعي في الصالحات والإصلاح لا بد أن يواجه بعقبات الله سبحانه وتعالى في من قصر الصور بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر كل الإنسان في خسر الإنسان الألف واللام إذا دخلت على هذا الجنس الذي هو الإنسان تفيد العموم من ألفظ العموم فيه كما هو معروف في أصول الفقه فكل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر على ماذا؟ صبر على المشكلات التي ستواجههم على العقبات على المعرطلات على المعطلات على الفتن على الإغواءات على الإغراءات لا بد من هذا على إذاء الناس على إذاء كل شيء هذا أول معلم من معالم الإصلاح في القرآن الكريم المعلم الآن عندنا معالم عشرة معالم تقريبا في الإصلاح وهذا من بحث النفيس للدكتور عبد الرحمن البر فرج الله عنه بعنوان مقومات الإصلاح المنشون من ضمن هذه المقومات أيضا أن يبدأ صاحب مشروع الإصلاح بنفسه ثم بمن حوله وهذا ما فعله الأنبياء جميعا وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم استنكر أن يقول الإنسان قولا ولا يفعلها يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالنفس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغار ثور كان يتعبد الله لزوات العدد حتى نزل عليه الوحي وكان دائما يخلو بنفسه وكان يتعبد لله عبادات خاصة ومنها عبادات خاصة به لا تنطرد على باقي الأمة وهكذا كل الأنبياء كانت لهم خصوصيات وكانت لهم أحوال هذا عن الأنبياء لكن منزلة الإصلاح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه في أقواله تقريراته كيف تتمثل هذه المنهجية؟ طبعا ما نحن الآن نقول يعني هو بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام وبدأ بقومه عرض الإسلام على خديجة وعرض الإسلام على صاحبه أبي بكر وعرض الإسلام على أبناء عمومته مثل علي بن أبي طالب وغيره حمزة بن عبد المطالب وهو عمه وغيره بدأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى حينما صعد على الجبل ونادى في قومه بشكل عام وقال إني نزير لكم بين يد عذاب شديد والله تعالى قال له وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وسلم فهنا من المعالم المهمة أن يبدأ المصلح بنفسه وأن يسني بأهله ومن حوله المقوم أو المعلم الثالث هو أن يتبنى رسالة الإصلاح المصلحون ما ينفحش واحد مفسد يأتي ويقول أنا مصلح أصلحوا يا ناس أصلحوا أنفسكم كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد شوف المجرم هذا فرعون يعني قلب المسائل ودلس على الناس بهذه الطريقة وأراد أن يصادر موسى ورسالته صلى الله عليه وسلم وقال للناس إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد كما تفعل الأنظمة المستبدة الآن مع المصلحين وأهل الإصلاح وأصحاب مشاريع الإصلاح يوصمونهم بالإرهاب وبالدموية وإلى آخره من المعالم أيضا أن يراعي المشروع الإصلاحي وحاملوه طبائع الناس وأحوال الناس وظروف الناس فينظروا في أحوال الناس ماذا يطيق الناس الآن من مقومات ومعالم الإصلاح وهكذا نزلت الرسالات الرسالات لم تنزل مرة واحدة كان الله تعالى قادرا أن ينزل الرسالات كلها مرة واحدة وانتهي الأمر أو أن تنزل شريعة الإسلام مرة واحدة جملة واحدة وقالوا هكذا قالوا وقالوا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك فإذا التدرج سنة من سنن الإصلاح من قوانين الإصلاح الداخلية المقومة للإصلاح والمكونة له هي التدرج في عملية الإصلاح لأن الواقع وهذا من طبائع الأشياء لا يمكن أن يصلح مرة واحدة جملة واحدة في كل المجالات وإنما يجب أن يراعي أصحاب المشاريع الإصلاحية هذا المنطق وهذا المبدأ المهم أيضا من معالم الإصلاح في القرآن الكريم أن يكون الإصلاح شاملا لكل مناحي الحياة وهذه رسالة الإسلام شاملة فيها إصلاح العقيدة فيها إصلاح الأخلاق فيها إصلاح العبادة فيها إصلاح المعاملة فيها دوائر الإصلاح إصلاح سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي تربوي أخلاقي كل المجالات لماذا نقول هذا لأنها حزمة واحدة إذا أصلحت جانبا وتركت الجوانب الأخرى فاسدة فساد الجوانب الأخرى سوف يقضي على الإصلاح في هذا الجانب أما إذا كان الإصلاح شاملا لكل الجوانب فإن هذا سيعزز من الإصلاح وشمول الإصلاح في كل الجوانب وتعزيز رسالة الإصلاح بشكل عام أيضا من المعالم أن يقوم الإصلاح على إقناع الأمة ولا يفرض عليها فرضا لماذا؟ لأنه لو فرض على الأمة سيكون بالإكراه وإذا كان بالإكراه لن يكون عن قناعة وكل ما هو على غير قناعة لن يؤتي ثمرة لا ديمومة له لا ديمومة له ولن يؤتي ثمرة في النهاية ولن يقوم أهله به أما إذا كان عن إقناع فسوف يتبنى الشعب أو الأمة الإصلاح طيب دكتور يعني أنا مضطر أن أقاطعك يعني مثلا في بلاد في بعض البلاد العربية صار يعني تشوهت التصورات والأفكار وصار الفساد هو الصلاح بعينه فكيف يمكن إقناع الناس بأن ما يفعلونه مثلا فساد مثلا بأن الرشوة ليست هي قضاء الحاجة وإنما هذه رشوة محرمة الناس لم تعد ترى في الرشوة مثلا حرامة فكيف يمكن أن تصدح في هذه الحالة بالإقناع يعني هنا الإقناع غير متحق صحيح لا أشوف هناك فرق بين الواقع وبين تصورات الناس التصور يجب أن يصحح ولا يعني أن في الواقع يوجد ممارسة خطأ أن نتمهى معها وأن نستجيب لها وأن بعض الناس يشرعنها أيضا يجعل الحرام حلالا أو واجبا أحيانا لكن أنا أعتقد أن الناس في جملتها لا يمكن أبدا أن تقول على الفساد إصلاحا لا يفعل هذا إلا الطغاة وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يمارسون الإفساد أليس للطغاة الآن شعبية كبيرة في الشارع؟ لا أبدا شعبية السلاح وشعبية القمع وشعبية الجيش والشرطة وشعبية الدبابات أما حينما تعطى الشعوب فرصتها في الاختيار الصحيح بحرية وإرادة حقيقية فترى النتائج مختلفة تماما كما رأينا قبل عشر سنوات تقريبا أيضا من معالم الإصلاح التي نريد أن نؤكد عليها ومقوماته الإسلام نعم أن يتشارك كل فئات الشعب في هذا الإصلاح أولا أن تكون عندهم قناعة بهذا الإصلاح وأن يتشارك كل فئات الشعب في هذا الإصلاح ونموذجنا في هذا هو نموذج سورة الكهف الذي ذو القرنين الذي أشرك فئات الشعب في الإصلاح وفي البناء الحضاري للمجتمع الذي حكمه هذا الإمام العادل يعني شوف حينما تتأمل في ألفاظ القرآن الكريم في آخر سورة الكهف مع ذو القرنين يقول هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أعينوني بقوة أجعل بيننا وبينهم سد آتوني أنتم افعلوا فعل الشعب وفعل الأمة زبر الحديد حتى إذا ساوى فعل الحاكم بين الصدفين قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقضة إذن هنا الحاكم وظف طاقة الأمة أشرك كل فئات الأمة في هذا الإصلاح وفي هذا البناء قام هو نفسه وضرب من نفسه مثالا حقيقيا على أن يده بيد الشعب ويده بيد الأمة وأنه لا يخاطب الأمة من أبراج عاجية ويقول لهم أوامر وينهاهم عن نواهي وهو ليس متشاركا معهم وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جع الجيش كان هو يجوع قبله وكان إذا ربط أحد أفراد الجيش حجرا على بطنه من شدة القوع ليسكن المعدة والبطن من التقرقعات ومظاهر الجوع كان هو يضع على بطن حجري صلى الله عليه وسلم فكان نبي عليه الصلاة والسلام يده بيد الأمة ويده بيد الشعب وهكذا ينبغي على الحاكم وحين ترى الأمة قائدها ورئيسها على هذا النحو من التشاركية ومن الشورى ومن الإسهام ومن إشراك كل طوائف الناس أعتقد أنه الشعب سيفرغ كل ما في وسعه ويفرغ كل طاقته من أجل الإسهام في هذا البناء المنشود أيضا من ضمن المعالم المهمة أنه اعتبار وحدة الأمة هو بوابة الإصلاح الحقيقي هذا يحتاج إلى سؤال خاص نعم ما معنى وحدة الأمة؟ وحدة الأمة يعني الفتن الطائفية التي تبسها أجهزة مخابرات الآن في العالم فتن الطائفية النزاعات والتشققات في المجتمع وتقسيم المجتمعات وتقسيم الدول هذا كله لن يترتب عليه إصلاح ولنا في هارون صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نحن ذكرنا وصية أخيه له موسى عليه السلام حينما قال له خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هم عبدوا العجل لما ذهب موسى للقاء ربه عبدوا العجل فقال لهم هارون يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفي حتى يرجع إلينا موسى يعني هارون قام بمهمته لكنه لم يفرقهم لم يستخدم القوة لتفريقهم وصرفهم عن عبادة العجل وإنما حافظ على وحدتهم بعد أن أمرهم ونهاهم لأنه ما كان له أن يتركهم بدون أمر ونهي وهو نبي حتى رجع موسى فأمرهم ونهاهم جملة فعدلوا عن عبادة العجل إذن هنا الحفاظ على وحدتهم ثم إن الإصلاح كيف سيتم الإصلاح والأمة مفرقة لا يمكن أن يتم الإصلاح إذا أصلحت مجموعة سوف تفسد مجموعات أخرى إذن هذا يعود إلى المربع الأول وهو أنه ينبغي إزالة الاستبداد قبل أداء الإصلاح هذا من المعلم القادم المعلم التالي مباشرة الموالي مصدقا لكلامك أن يكون الإصلاح بوابته الحرية ومنهجه الشورى وسنده العدل لابد أن يتحرر الشعب طبعا حتى يصلح وإلا أن الإصلاح نفسه لن يسمح بها المستبدون كما قال عبد الرحمن الكواكيب بالضبط طبعا عبد الرحمن الكواكيب في كتابه كأنه يتكلم الآن عن الواقع تماما كأنه يخاطبنا الآن يصدر الواقع الآن تماما جدا وكتابه مكتوب قبل مئة عام من الآن عام 1900 تماما بالضبط مئة وعشرين سنة هو والشيخ محمد الغزالي أيضا كتابه عن الاستبداد كتاب من الكتب الفريدة والتي سدت فراغا في هذا هذان الكتابان في الحقيقة أنا أنصي بقراءتهما في هذا المجال فإذن رسالة الإصلاح ينبغي أن تكون بوابتها الحرية بدون حرية لن يتم إصلاح وأن يكون السند أو المنهج الشورى زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته كان يشاور في غزوة بدر شاور في أحد في الأحزاب في كل الغزوات شاور عليه الصلاة والسلام هذا ذو القرنين كل نماذج الحكام العادلين في القرآن الكريم كانوا يشاورون حتى بالقيس يا أخي ملك السبا قالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون امرأة شاور وذهبت إلى ما كان إليه مصيرها كما رواه القرآن الكريم أيضا من ضمن المعالم نعم طيب لو ذهبنا إلى الحديث عن الوسائل دكتور وصفي هل الإسلام نص على وسائل محددة أم تركها مفتوحة في مسألة الإصلاح خصوصا وأن من مفكرين الإسلام الكبار كما محمد إقبال رحمه الله فيلسوف الإسلام هو يتبنى نظرية الهدم بمعنى تقديم النقد العام والعنيف للواقع الإنساني عامة والواقع الإسلامي على وجه الخصوص قبل عملية الإصلاح ماذا يمكن أن تحدثنا عن الوسائل هنا؟ يعني مبدئيا أنا لم أقرأ لمحمد إقبال أنه يدعو إلى الهدم قبل الإصلاح الهدم من منظور النقد الأساسي والجوهري لكل ما هو قائم نعم بيان المساوئ وكذا من أجل إصلاحها نعم هذا مشروع لكن نحن عندنا مبدأ في المقاصد والوسائل أن المقاصد ثابتة والوسائل متغيرة بمعنى أنه أنا أريد الآن أن أمارس الشورى الشورى مبدأ من مبادئ الإسلام وخلق من الأخلاق ورعاية هذه الشورى وحفظها واستمرارها واستبقاؤها واستقرارها من المقاصد كيف نحقق هذا المقصد؟ هذا المقصد له وسائل متعددة كنا قديما كانت الناس كيف كانت تتم الشورى كان الحاكم يأتي يولى ويبيعه أهل الحل والعقد ثم يخرج الحاكم الأمة بعد ذلك فتبيعه بعد ذلك وحتى عصرنا الحاضر الآن عبر الاقتراع السري المباشر بالانتخابات والآن ربما بدأ أو بعد ذلك سيظهر الوسائل الإلكترونية يتم الاختيار بها وتطبيق الشورى بها فعندنا الوسائل كثيرة جدا لكن هناك ضوابط وهناك شروط للوسيلة يجب أن تراعى أولا أن تكون الوسيلة مشروعة لا يصح أن آتي بوسيلة محرمة وأمارس بها الإصلاح هذا تدليس والهدف كما يقول أستاذ سيد قد الهدف النبيل والشريف لا يتوصل إليه إلا بوسيلة شريفة نبيلة إذن ليس منطقة مدينة على طريقة ماكيافيل الإيطالي الغية لا تبرر الوسيلة في الإسلام في مسئلة الإسلام أبدا لكن مهما كان الهدف من الإصلاح ساميا مهما كان الهدف أبدا لا بد أن تكون الوسيلة شريفة لكن ربما تكون هناك موازنات فنرتكب الفساد أو المفسد الصغرى من أجل دفع المفسد الكبرى ونفوت المفسدة الصغرى من أجل المصلحة الصغرى من أجل تحقيق المصلحة الكبرى هذا هو منطق الشريعة الإسلامية فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة لا بد أن تكون الوسيلة مناسبة للواقع وللحال وللسياق الاجتماعي والسياسي والفكري الموجود لا بد أن تكون الوسيلة محققة للهدف وموصلة له لا يمكن أن نعتمد وسيلة لا تحقق يعني أنا الآن أريد أن أفتح شريك وأريد موظفين في هذه الشريك أريد مدير إداري وأريد محاسب وأريد مدير مشروعات وكذا أنا حينما آتي بمدير مشروعات آتي بواحد لا علاقة له بإدارة المشروعات لم يدرس إدارة المشروعات لم يمارس إدارة المشروعات تخصص لن يحقق لي شيئا بالعكس سيخسر الشركة أموالا ويجعلها غير محققة لأهدافها فتكون الوسيلة مشروعة تكون محققة لأهدافها تكون مناسبة للواقع وللحال القائم إذا حدث هناك نوع من أنواع فساد الوسيلة أو ضعف الوسيلة تقوى إذا لم تحقق شيء أن تغير وتستبدل فعندنا المقاصد ثابتة الإصلاح هدف غاية رسالة ووسائله متعددة جدا 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 المهم تكون الوسيلة بالمواصفات التي ذكرت وتستخدم الوسيلة بالحكمة والموعظة الحسنة ليس دائما أسلوب اللين يأتي بالخير قد يكون أسلوب القوة المنضبط بضوابط الشرع والمحفوظ بالحكمة وصل إلى الإصلاح أنا أجدني مضطرا للوقوف عند هذه النقطة دكتور كيف يكون الإصلاح غاية وهدفا ولا يكون وسيلة ألا يكون الإصلاح وسيلة لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى على أحسن وجه كيف يكون الإصلاح غاية نحن عندنا أيضا ما يسمى بوسائلية المقصد يعني المقصد قبل أن يتحقق يكون مقصدا فإذا تحقق أصبح وسيلة لغيره يعني إقامة الصلوات مقصد من مقاصد المسلم في هذه الحياة أن يتعبد الله سبحانه وتعالى لكن هذه العبادات كلها وسيلة للقيام بحق الله ولإرضاء الله وإرضاء الله وسيلة إلى الدخول الجنة والفردوس الأعلى بإذن الله تعالى فالمقصد قبل أن يتحقق يكون مقصدا وبعد أن يتحقق يمكن أو يرد أن يكون وسيلة لتحقيق ما هو أعلى منه من المقصد جميل طيب ما الذي يشتريته الإسلام في موضوع الإصلاح؟ هل وضع شروطا في عملية إصلاح بالنسبة للمصلحين؟ يعني شوف كما قلنا في المعالم أن يمارس الإصلاح المصلحون أن يكون الإصلاح شاملا لكل جوانب الحياة أن يتشارك كل فئات الشعب والأمة في هذا الإصلاح أن يكون الإصلاح نابعا من منطلق عقدي وإيماني هي معالم ومقومات وفي نفس الوقت تصلح أن تكون شروطا للإصلاح أنا أقصد القدرة هل يشتريته الإسلام تحقق القدرة؟ طبعا الإصلاح منط بالقدرة وكل التكلفات الشرعية منطة بالقدرة حينما تحدث الإمام الشاطبي عن مقاصد الشارع قال من جهة من ضمن الأنواع عنده من جهة مقصد الشارع بوضع الشريعة للتكليف بمقتضاها للتكليف بمقتضاها يعني بمقتضى الأوامر والنواهي ماذا تقتضي هذه الأوامر والنواهي؟ تقتضي الامتسال تقتضي طاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي ولكن كل هذا منط بالقدرة منط بالاستطاعة تنتفي المشقة حينما تحل المشقة فإنها تجلب التيسير حينما يتضيق الأمر يتسع إذا ضاق الأمر التسع وإذا التسع ضاق كل معلمة والمدونة التي تتحدث عن المشقة وعن التيسير وعن كل هذه الأمور والاستطاعة والقدرة ولا تكلف إلا بمقدور ولا تكلف إلا بمستطاع كل هذا يدخل في هذا فإن الأحكام الشرعية والتكلفات الإلهية لبني البشر جميعا منطة بالقدرة عليها وإلا إذا لم يقدر الإنسان غلص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الآيات الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر نوس قبل أن أذهب إلى فاصل أخير لدي السؤال ربما أجبت على شيء منهم في طيات الحديث ولكن نحتاج إلى تحديد هيريبون من المخول بالإصلاح؟ هل السلطان أم العلماء أم الدعاة أم من؟ كل هؤلاء ما نوطن بهم الإصلاح وكل إنسان من هؤلاء له إصلاحه في دائرته لكن تختلف الدوائر من دائرة الأخرى دائرة الفرد مع نفسه ليست كدائرة الفرد مع أسرته دائرة الفرد مع أسرته ليست كدائرة حاكم الولاية أو حاكم المدينة دائرة حاكم المدينة أو الولاية ليست كدائرة الحاكم الحاكم بقرار واحد يمكن أن يمحو ما يشاء ويثبت من الإصلاح ومن الإفساد ولله المثل الأعلى لأنه بقرار واحد يغير أمورا كثيرة بفرمان من الفرمانات يمحو كثيرا من الفساد ويثبت كثيرا من الإصلاح بعكس الفرد الواحد بحسب ما تتسع دائرة الصلاحية للإنسان في الإصلاح وممارسته يكون أوجب في حقه وأدعى له نبحث بعد الفاصل إن شاء الله عن الحاجات الأولى بالإصلاح في العالم الإسلامي اليوم وقفة أخيرة تتلوها عودة لاستكمال الحلقة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام دكتور ماذا عن مقاصد الإصلاح معذرة؟ يعني كل أمم تسعى إلى الإصلاح ولديها أهداف ومقاصد وغايات من وراء هذا الإصلاح ماذا عن الإسلام؟ ما غايته من الإصلاح ومقاصده؟ طبعا هناك غايات عظيمة جدا من الإصلاح ذكرت في القرآن الكريم وبعضها يمكن أن يدرك بالعقل القرآن الكريم أمر بالإصلاح أصلح ولا تتبس فيه ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فمن تاب من بعد ظلمه ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فهنا حينما نقوم بالإصلاح إنما نتعبد لله نمتسل أمر الله سبحانه وتعالى وهذا من أشرف المقاصد ومن أعلى المقاصد للإصلاح أيضا حينما نقوم برسالة الإصلاح على كل مستوياتها وكل مجالاتها فإنما نحن نقتفي أثر الأنبياء ونقتدي بالأنبياء الأنبياء جميعا مارسوا الإصلاح وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته كانت الإصلاح وسيدنا شعيب لخص رسالة الأنبياء قال إن أريد إلا الإصلاح بهذه الصيغة الحاصرة والقاصرة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت حتى هنا يعني إجابة على السؤال السابق هو أن أعطى الإصلاح هنا بالاستطاعة ما استطعت أيضا من مقاصد الإصلاح في الإسلام الاتساق مع الفطرة الاتساق مع الفطرة حينما يتسق الإنسان مع فطرته فإنه يقوم بالإصلاح لأن الله تعالى خلق هذه الفطرة صالحة لم تخلق منتكسة ولا مرتكسة لم تبدل لم تغير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ثم الاتساق مع الكون والحياة والأرض الله تعالى خلق هذا الكون صالحا خلق هذه الحياة صالحة خلق هذه الأرض صالحة ولهذا قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فحينما يقوم الإنسان برسالة الإصلاح فإنما يتسق مع هذا الكون ومع هذا الخلق وحينما يتسق الإنسان مع فطرته ومع الخلق الذي خلقاه الله سبحانه وتعالى يعني الله تعالى خلق هذا الكون مسبح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض فإذا ما سبح الإنسان فإنما هو يتناغم مع فعل وتصرف هذا الكون كله يترتب على هذا مقصد آخر وهو مقصد نفسي الوصول إلى السلام النفسي والأمن النفسي لماذا؟ لأن الإنسان إذا تنافر مع الخلق وشق طريقا آخر غير طريق الخلق فيحدث هنا تنافر وهذا التنافر والتعارض والتناقض يؤدي إلى الاضطراب يؤدي إلى القلق يؤدي إلى الحيرة يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم الأمان وعدم الأمن والسلام الإنسان إذا اتسق أنا مثلا أحب الأستسجهات أحبه في الله ودي حقيقة يعني أحبك الله فحينما أحب الأستسجهات في الله وأستريح له يحدث هناك نوع من الأنس من السلام من الاتساق فحينما يتسق الإنسان مع الكون مع الحياة مع هذا الخلق العظيم فإنما هذا يورث في الإنسان وفي نفسه سلاما وأمنا وطمأنينة وراحة وهدوءا أيضا من ضمن المقاصد المهمة في هذا أن الإنسان يحقق رسالته هو في الحياة وخصوصا الإنسان المسلم لأن هذه الأمة منطبها الإصلاح إصلاح نفسها وإصلاح العالم كله فالإنسان حينما يقوم بهذه الرسالة إنما يعمل على تحقيق مراد الله تعالى من هذه الأمة وتحقيق مراده من الإنسان نفسه فالله تعالى جعل خيرية هذه الأمة منوطة ومشروطة وموقوفة على القيام بالإصلاح الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالإنسان يحقق مراد الله ما أعظم هذا المقصد أن يكون الإنسان سببا لتحقيق مراد من؟ مراد الله رب العالمين إله الناس ملك الناس سبحانه وتعالى ما أشرف هذا المقصد وما أعظمه حينما يتأمله الإنسان وما يعني أحراه بأن يضحي الإنسان من أجله وأن يتحمل في سبيله وينفق كل غال ونفيس من أجل الوصول إلى هذه الغاية الشريفة هذه بعض مقاصد الإصلاح وعند التأمل لا شك أننا سنذكر كثيرا من المقاصد الأخرى في سياق هذه المقاصد دكتور الناظر الآن إلى واقع العالم الإسلامي حال المسلمين اليوم بنظر فاحصة مراقبة كداعية ما الحاجات الأولى للبدء بإصلاحها ما الذي يحتاجه العالم الإسلامي من إصلاح الآن في هذه المرحلة يعني أنا أعتقد أن الإصلاح العقدي الفكري هو المدخل الأساسي لإصلاح هذه الأمة ولإصلاح هذا العالم فلا أمان ولا خير ولا فلاح ولا صلاح لهذه البشرية إلا بالعودة إلى الله وإلا بالركون إلى الله وإلا باتباع هذا الدستور القرآن الكريم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن اتباع النبي معناه اتباع كل الأنبياء كما قال أحدهم حينما أسلم كان نصرين وأسلم قال فزت بمحمد ولم أخسر المسيح عليه السلام فمدخل العقدي والفكري وتصحيح التصورات التي طرأ عليها التغيير والتزييف والتحريق لكثير جدا من القضايا والمسائل في العقيدة في الأفكار هذا مدخل ضروري لأنه سوف يترتب عليه وينطلق منه كل مجالات الإصلاح التالية والإصلاح السياسي لماذا نصلح سياسيا؟ لأن الله أمرنا بذلك هذه عقيدة ينبغي أن يعيش الناس أحراراً ينبغي أن يمارسوا الشورى أن تكون لهم إرادة إقامة الحكم الراشد فرضو عن المسلمين طبعاً طبعاً إقامة الحكم الراشد وإقامة الدولة المسلمة فريضة وضرورة ليست فريضة فقط لأن الإسلام كما قلنا في حلقة سابقة لعلك تذكر أن الأحكام الشريعة الإسلامية هي تصب في أربعة دوائر دائرة الفرد ما يتعلق بالفرد أحكامه عباداته معاملاته دائرة الأسرة ما يتعلق بالأسرة من زواج وطلاق وحضانة ومواريس دائرة المجتمع ما يتعلق بالمجتمع من أحكام وتدابير شرعية وكذا دائرة الدولة دائرة الدولة وهذه الدائرة بالإضافة إلى أنها 25% من الأحكام هي نفسها تقوم بالإشراف وتعزيز تطبيق كل هذه الدوائر للأحكام وهناك أحكام لا تقوم إلا بالدولة هذا ما أود أن أسألك عنه الأمة المسلمة طوال العقود التي كانت راكنة خامدة جالسة تحت حكم الاستبداد هل كانت الأمة آثمة لأنها لم تسع إلى إقامة الحكم الراشد؟ آثمة؟ إذا لم تسعى فهي آثمة أما إذا سعت نحن لا نستطيع أن نطلق هذا الحكم على الأمة كلها هناك من يسعى وأهل الخير قائمون والخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة فهناك من يسعى وهناك من لا يسعى فمن يسعى فقد سقط عنه الإسم ومن كان في مكنته وقدرته أن يسعى ولم يسعى فهو آثم بلا شك لأن هذه الأمة لن تطبق شريعتها ولن يحكم دينها إلا من خلال سلطة وإلا من خلال دولة تسعى بهذا الدين وتطبقه في الأرض وتفرضه دون إكراه المشكلة الآن دكتور وصفي قضية خطيرة أنه يتداعى إلى إصلاح إلى إدخاذ الإصلاح إلى الإسلام علما أن الإسلام ليس مهيمنا وهو على الهامش موضوع الآن فالإصلاح هو على الهامش يعني ينبغي أن يأتي إلى صحة العمل ثم بعد ذلك يعني هو يصلاح هذا صحيح وهناك ما هو أخطر من ذلك هناك من يريد أن يطوع أحكام الإسلام لفساد الواقع القائم ومن هنا تأتي مهمة وضرورية الإصلاح أو مدخل الإصلاح العقد الفكري هناك تصورات وأفكار انحرفت كثيرا جدا عن الجادة وعن تصور الإسلام الصحيح لها مفاهيم الجهاد، مفاهيم الحرية، مفاهيم الشورى مفاهيم بعض داخل الأسرة الحرية في الأسرة، الشورى في الأسرة، القوامة داخل الأسرة مشاريع الحاكم وطاعة الحاكم والخروج كل هذا حدث فيه تبدل وتغير وانحراف كبير عن حقيقته في الإسلام سؤالي الأخير دكتور في ظل غياب المرجعية الإسلامية أو الدولة الإسلامية وانقسام العالم الإسلامي إلى فرق ومذاهب وتيارات وأحزاب كلها متناحرة كيف يمكن إنشاء عمل إصلاحي بجدوى؟ نعم، طبعا انقسام الأمة إلى طوائف وإلى فرق ليس شرا لكن يكون شرا تناحر بالوصف الذي وصفته وهو التناحر والتضاد والاختلاف والتنافر الإصلاح رسالته تبدأ بثلاث خطوات بثلاث خطوات الخطوة الأولى تشخيص الواقع، تشخيص اللحظة التي نعيشها واحتياج ماذا تحتاجه هذه اللحظة التي نعيشها الآن، ما الذي تحتاجه الأمة الآن؟ ثم الاستفادة من التجارب السابقة واستدعاء التجارب التاريخية لإفادة منها في ممارسة عملية الإصلاح وفي القيام بالإصلاح، تشخيص اللحظة الواقع لأن كل الرسالات السماوية جاءت للواقع كل الرسالات، رسالات الأنبياء جميعا جاءت لإصلاح واقع قائم بالفعل ثم أن ننظر ما الذي تحتاجه الأمة بعد تشخيص هذا الواقع ثم الاستفادة من تجارب الآخرين سواء كانت قديمة أو جديدة أو معاصرة حتى لممارسة عملية الإصلاح بقي الدقيقة إذا تريد أن تقول شيئا مما لم أسألك عنه في الحلقة أنا أريد أن أقول إن الإصلاح رسالة المسلم في كل زمان ومكان أيا كان وضعه وأيا كانت قدرته وأيا كان موقعه وأيا كان حاله فإنه لن يعدم إصلاحا حتى يوسف عليه السلام صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسهير الأنبياء مارس رسالة الإصلاح العقدي داخل السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فالمسلم لن يعدم حالة إصلاح أيا كان حاله أيا كانت استطاعته أيا كان مستواه العلم والستقاف في نفسه في أقل الأحوال في نفسه في أسرته في مجتمعه في عمله ووظيفته في الناس وما أعظم أن يتولى هذه الرسالة الحكام الحكام إذا تولوا رسالة الإصلاح فإن الله يصلح بهم ما لا يصلحه بغيرهم أصلح الله حالنا والمسلمين جميعا شكرا لكم دكتور وصفي ختم المشاهدين الكرام أشكر ضيفي الكريمة المكرم دكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه بارك الله فيك أستاذ مقاصد الشريعة فيكم بارك حياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة